أولاً أنا شايف محمود الزهارنة مدرب معتمد في مركز سمايل كيتشن دبلوم تعليم طبخ نحن اليوم في مركز سمايل كيتشن طبعاً بنعطي للمتدربين طبعاً دبلوم الطبخ يعني بتعلموا عن أساسيات الطبخ يعني قبل ما يكون طاهي لازم يتعلم بأساسيات الطبخ أو أساسيات الحلويات ما بينفع أكون أنا طاهي أخش على الوصفة أو أخش أعمل وصفات وأنا مش عارف إش هي الأساسيات طبعاً نحن ندربهم من البداية إلى النهاية يعني قبل ما يبلش في معرفة كيف يستخدم العجائين كيف يستخدم لطحين كيف أنواع لطحين إيش الأنواع لطحين بتستخدم يعني كل شيء له أساسيات للوصفة فإحنا اليوم إن شاء الله هنه هن طبعاً طلاب وطالبات طبعاً بتعاون مع جامعة غزة طبعاً دبلوم لمدة سنة مكون من الفصلين فصل الأول الأربع شهور والفصل الثاني كمان أربع شهور ثمان شهور يتعلم الطالب على جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية يتعلم الطالب على أنواع المطابخ العالمية مثل المطبخ الإيطالي المطبخ الفرنسي جميع الأطباق والوصفات وطبعاً الطبخ الشرقي من اللي هو الدواجن الأرزب أنواعه كل شيء وطبعاً بناخد اللي هو كمان إنه كيف يركب وكيف يصنيع التصنيع الغذائي طبعاً اللي هو كيف يعمل مثلاً المرتديلات الأجبان الألبان كل شيء فالطالب يكون هاي دبلوم شامل لجميع أنواع الطبيعة بيكون مؤهل أنه يشتغل شيف في أي مكان إن كان داخليا محليا أو دوليا طبعا بيكون مؤهل أنه ممكن يفتح مشروع يعني كثير عنا حتى من ضمن الطلاب حاليا بلشوا شوية شوية من اللي أخدوه بلشوا يفتحوا فيهم مشاريع ما شاء الله أبدعوا فيهم وبلشوا يفتحوا فيهم مشاريع طبعا أنت عارفين يعني السوق العمل اليوم بيحتاج يعني أنه الوضع الاقتصادي صعب فهان فيه عندنا من اللي الطلاب والطالبات بلشوا يفكروا أنه يفتحوا مشاريع حتى في داخل البيت خصصا أنه وضحوا من شوية الاقتصادي ممكن يكون شوية ضعيف فممكن من داخل البيت عنده موجود الغاز عنده موجود الفرن عنده موجود كل شيء فبيقدر يشتغل داخل البيت يطلع أردارات ويطلع وصفات ويطلع واجبات للناس زائد أنه ممكن يشتغل فيه شباب عارفين يعني كيف العزوف حاليا أنه الكل بنسافر ويشوف له مصلحة أو حياة كريمة يعني أفضل وإن شاء الله يقربنا يوفق الجميع فبيكون مؤهل برضو يشتغل دوليا لأنه هل بنعطيه الأساسيات تبع تطبخ الدولي والمحلي أنا بصراحة بشغل في مجال أنا يعني من 2017 هاوية في فنول الطبخ والحلويات خصوصي بحب أشغل حلويات فتحت صفحة أونلاين يعني مشروع كان أونلاين فأنا حابت أطور مشروعي أن يكون مشروعه على أرض الواقع أفتح محل المحل فتحته الحمد لله من ديمة شهرين وأنا بدرس خلال الدبلوم فتحته يعني أنا كنت حابة أفتحه بعد الدبلوم بس صارت ظروف وفتحته خلال الدبلوم بشتغل الأسناف اللي بعملها على صفحة قطوهات حلويات معجنات كل أنواع المخبوزات إن شاء الله أكيد مصدر دخل المشروع أكيد في الوهلة الأولى هو مصدر دخل طبعا إحنا أنت عارف إحنا يعني نخرجين كتير ما شاء الله قطعة غزة قلت له فيش وزايا في الوضع الصعب فالواحد حاب يكون إليه مشروع خاص يدخل منه دخل أكيد ترجمة نانسي قنقر